هل أنت أو أنت من الأشخاص الذين يسعون لتخفيف أوزانهم وهل لاحظت أنك ومع العلم من تقليل عدد وجباتك الغذائية إلا أن وزنك لم يتغير من أكبر الأخطاء حرمان الجسم مهما كان وزنه كبيرا من احتياجاته الطبيعية وبشكل مفاجئ فعندما يحرم الإنسان جسمه من أي وجبة غذائية ولتكن وجبة الإفطار مثلا أو وجبة الغذاء مثلا كما يفعل الكثير فما أن يحين وقت العشاء إلا وهو متضور من الجوع الأمر الذي سيدفعه لأكل أضعاف ما سيأكله لو التزم بأكل وجباته كاملة خلال اليوم كما أن الجسم حينما يبرمج على عملية الحرمان من الغذاء فإنه يقوم بشكل تلقائي بعمل دفاعي تلعب فيه الساعة البيولوجية في جسمه دورا مهما عن طريق تخزين أي أكل متناول دون حرقه بعكس ما يحصل أثناء برامجه الغذائية الروتينية وبالتالي لن يكون هناك أي نقصان في الوزن بعد فترة من بداية هذا الإسلوم بمعنى أن الجسم سيقوم برد فعل دفاعي ضد الجوع وسيخزن الطعام لوقت الجوع فقط مع السعي لإيقاف معظم العمليات الأيضية الاعتيادية تأقلما مع قلة الطاقة المفترض الحصول عليها من التغذية المنتظمة وللأسف فإننا كثيرا ما نسمع من يردد العبارات المبنية على فهم صحي خاطئ وهي أن وجباته قليلة أو أنه لا يأكل إلا وجبة واحدة في اليوم من كثرة أعماله أو أنه كما نسمعها في مثل هذه الأيام وأعني أيام شهر رمضان أن وجبته الوحيدة تقتصر على وجبة الإفطار فقط ولا يأكل شيء بعدها ومع العلم من كل هذا فوزنه ثابت ولم يتغير ضنا منه بأن ما يقوم به يساعده على تخفيف وزنه أو تسمع البعض الآخر يتغنى بأنه فطر بموزة وتغدى ببعض فطائر الزعتر ومن ثم في مسائه أكل بعضا من الخبز مع الجبن مثلا ولمثل هؤلاء أقول لا قلة الوجبات تغني ولا الوجبات العشوائية غير المحتوية على العناصر المتكاملة لنشاطك اليوم تسمن من جوع لذلك فأفضل وسيلة لمن أراد أن يخفف وزنه هي أكل وجبات غذائية صغيرة جدا يكمل بعضها البعض الآخر وبشكل متكرر ولكن أيضا بطريقة مدروسة وليست عشوائية تنهي بها يومك وقد حصلت من خلالها على كل احتياجاتك من العناصر والمعادن والفيتامينات الغذائية والسوائل المهمة والأمر هنا ليس مرتبط بملء المعدة بقدر ما هو مرتبط بتزويد الجسم باحتياجاته الضرورية فمثلا تناول خمس وجبات صغيرة وأرجو أن تفهم عبارتي هنا جيدا أقول صغيرة في حجمها بمعنى أنها لا تملأ المعدة بل تترك ثلثها على أكثر الاحتمالات فارغة ولكن تكون بمكونات صحية متكاملة وأعني في محتوياتها مجتمعة يوميا هذه الخمس الوجبات أفضل مثلا من تناول وجبة واحدة فقط وعلى هذا فقس إذن نحن نتحدث عن الجودة في النوع والتنوع في الأغذية الصحية المدروسة والتعدد في توزيع الوجبات الصغيرة التي لا تؤدي للشبع الكامل ولا تملأ المعدة بأي شكل من الأشكال وهي فلسفة غذائية معاكسة لفلسفة قلة عدد الوجبات الخاطئة التي تكون كميتها كبيرة دون أن يشعر الشخص بذلك والتي تقتصر على أغذية من مجموعات محددة مجحفة لاحتياجات الجسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة